خريف ضفار ظاهرة مناخية تتجدد سنويا برذاذها وجوها المعتدل تارة والبارد تارة أخرى في ظل تنوع بيئي فريد من شواطئ وسهول وجبال يكسوها الإخترار نعم جمال في هذا الموسم يكثر عدد السياح من الدول الخليجية حيث من المتوقع يتجاوز عددهم في هذا الموسم المليون زائر المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي خريف ضفار بسلطنة عمان مناخ استثنائي بالجزيرة العربية فهو يقع بين فصلي الصيف والشتاء تبدأ معه درجة الحرارة بالانخفاض في وقت تشهد فيهم معظم مناطق دول الخليج العربي ارتفاعا بدرجات الحرارة هذا السنة ما شاء الله الخريف قوي وبدرجة انكم ما تتصوروها اكثر من الخريف السنوات اللي قبل يعني امطار كثيرة والدنيا مخضرة ما شاء الله اكثر من السنوات اللي قبل سنة عن سنة تتغير والحكومة ما قصرت من ناحية التعديلات وتحاول بقدر ما استطاع انها تقدم خدمات للسياح حاضرة محافظة ظفار تبدو في فصل الخريف جوهرة خضراء بين البحر والسماء تنطلق منها في رحلة رائعة تحت الضباب والرداد لتجوب ولاياتها العشر متنقلا بين عيونها واوديتها جبالها وشواطئها وعبق التاريخ المنبعث من ارض اللبان ما شاء الله المكان جميل جدا والعيون واشي اسمه المناطق يعني كلهم جميلة وما شاء الله زوار من دول مجلس تعاون ما شاء الله يعني كثيرين للسنة يعني اللحظة ما شاء الله رحلة الجمال في خريف ظفار تستقطب الخليجيين كمصيف سياحي في جو سياحي يجمعهم لقضاء اجازتهم الصيفية وسط فعاليات مهرجان الخريف جبل اتين مرتفع وجميل يعني مناظر جميلة وكلها خضار واللي اكلنا طبعا هني في دهاريز دهاريز المشلي اللي هو الناريل والهمبة المانغو وفي كل فواكه تقريبا هني ما شاء الله على اجواء صلالة اجواء حلوة ما شاء الله وخريف حلو صراحة ان شاء الله بني كل سنة وقبل مغادرة المكان لا يفوتك ان تتذوق ثمار اشجار الموز والفيفاي والناريجيل الاستوائية في منطقة تصنف صحراوية مع رذاذ الخريف واعداد الزائرين من الخليجيين والمقيمين يتوقع ان يتخطى هذا الموسم السياحي حاجز المليون زائر تلفزيون مملكة البحرين احمد بن بارك الدرمكي سلطنة عمان